بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن واله مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة مع الجزء الثلاثون سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس نلاحظ هنا أن الألف واللام شمسية ولا تلفظ وجاء بعدها شين مشددة إذن شين ساكنة شين مفتوحة والش لا تنسى صفة التفشي في الشين ميم ساكنة والشمس إذا نكسر السين جيدا وضحا وضحاها لا تفخم الوا أو الحا لمجاورتها الضاد وضحاها وضحا وضحاها واضح وضحاها ولا تستمر الألف وضحاها وضحاها هذا صحيح والقمر إذا تلاها والقمر هنا الألف واللام قمرية والقاف مفخمة والراء مرققة لأنها لأنها مكسورة إذا إذا تلاها لا تقول تلاها تجعل في الألف إيمالة تلاها هذا خطأ تلاها تلاها وضحاها واضح والنهار النون مشددة غنى بمقدار حركتين الراء مرققة لأنها مكسورة والنهار إذا جلاها لا تمسك اللام لأنها مشددة تقول جلاها هذا خطأ جلاها لا تقول جلاها لا تستمر الألف واضح جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذن أيضا هنا اللام مشددة لا تمسك اللام صف اللي 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 مكسورة إذا يغشاها لا تقول يغشاها تستعل لأنها مجاورة للغين فإذن تقول يغ ولا تجعل الخا كأنها خا يغ يغ شاها هذا خطأ صف الغين يغ يغ شاها وهي مستعلية لا تنسى يغ 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 شاها والسماء والسماء وما بناها هنا مد أربع أو خمس حركات السين مشددة اسمع السين الساكنة والسين المفتوحة اكسر الهمزة وما بناها لا تقول وما بناها هناك إيمالة في الأليف واضح افتح الفم جيدا عند نطقك للأليف واسمعها بوضوح والأرض وما طحاها والأ لا تقول والأ لا تستعل الهمزة لأنها مجاورة للراء المفخم والضاد أيضا والأ والأرض وما طحاها لا تقول طحاها هذا خطأ طحاها ولا تقول طحا طحا تستعل الحا ونفس وما سواها ونف الفا فيها همس أعطيها هواء لكي تخرج الفا ونف ونفس سين إذن تنوين مع الواو إضغام بغنى وبمقدار حركتين وهنا مكتوب أيضا هنا الفا فيها همس وما سواها الواو هنا لدينا الواو ساكنة وواو مفتوحة لأنها مشددة اسمع الواو الساكنة وما سوا وما سواها واضح وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها كلها مفتوحة والحروف كلها مستفلة فألهمها فجورها لدينا لدينا فقط الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة أعطي حق الضم من الفاء والجيم بضم الشفتين وألقاف هنا من كلمة وتقواها مقلقة لساكنة أيضا أعطيها حقها من التفخيم ولا تقل وتقواها وتقواها هذا خطأ وتقواها وتقواها لا تقل وتقواها هذا خطأ واضح قد أفلح من زكاها قد ماذا لدينا دال ساكنة مقلقلة القاف مستعلية أفلح الفا فيها همس أعطيها حقها من الهواء لكي تسمع الفا أفلح من زكاها نون مع الزايخ فا مرقق بمقدار حركتين كاف مشددة إذن كاف لدينا كاف ساكنة ثم بعد ذلك كاف مفتوحة زكاها لا تقول زكاها لا تجعل في الألف إمالة واضح وقد خاب من دساها وقد أيضا القاف مستعلية والدال ساكنة مقلقلة خاب هنا الخا مستعلية من المرتبة الأولى لأنها مفتوحة بعدها ألف با با لا تقول با خاب خاب خا خا با أيضا ودائما أنبه في هذا الموضوع لا تكور الشفتين عند نطقك للخا أو حروف خصة ضغط قضو من دساها؟ النون مع الدال هنا إخفاء بغنى مقدارها حركتين مرققة لأن الدال مستفلة دسساسين ساكنة ثم بعد ذلك مفتوحة إذن تنطقها دساها دساها واضح؟ كذبت ثمود بطغواها كذبت إذن لدينا هنا ذا المشددة كذ، ذا، كذ، ذا اسمع، كذبت، بت لا تهمسها تبالغ في الهمس كذبت، هذا خطأ كذبت، كذبت، ثمود، ثمود بطغ، بطغواها، بطغ، بطغ لدينا طا مفتوحة مستعلية من المرتبة الثانية والغين مستعلية من المرتبة الرابعة لأنها ساكنة ولا تقول بطغواها، 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 بطغواها الو مستفلة واضح؟ فقط لدينا الطا والغين إذن إذي، اكسرت ذال جيدا إذن بعث أشقاها إذن بعث، ماذا لدينا نون مع الباء؟ إقلاب بمقدار حركتين إذن بعث أشقاها الشين، ماذا لدينا من حروف فحثه شخص سكت فيها الهمس وصفة التفشي أشقاها، لا تقول أشقاها لا تستعلي الحروف لأنها مجاورة للقاف المستعلية واضح؟ أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال، فقال، لا تقول فا، فقال، فقا، فقا، فا، فقا لأنها مجاورة للقاف، تستعلي الفا واضح؟ ولا تستعلي الله فقال، فقال، لهم، لهم، إذن الميم هنا ساكنا إظهار، لهم، لهم رسول لا تأكل الميم، كأنها تقول لهم رسول، أين الميم؟ أم؟ لهم رسول الله، لا، لهم رسول الله لا تقول رسول، 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 رسول الله لا تستعلي اللام من كلمة رسول لأنها مجاورة للام، اسم الجلال، الله واضح؟ ناقة، هناك من يخطئ فيقول ناقة يستعلي النون ويستعلي التاء المربوطة لأنها وقعت القاف بينهما مستعلية خلص الحروف ناقة، ناقة الله وبعدها أتى اسم الجلال الله في هلام المفخمة فتفخمها ناقة الله، ناقة الله خطأ، اسمع الصح ناقة الله، ناقة، ناقة الله ناقة الله وسقياها إذن ألقاف هنا مقلقلة مفخمة ولا تستعلي الحروف التي مجاورة لها وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها إذن فكذبوه لدينا ذا المشددة فكذبوه فعقروها فعقا فعقا مستعلية لا تستعلي الحروف التي مجاورة لها والره مفخمة فعقروها لا تقول فعقروها خطأ فعقروها فدمدم فدمدم اسمعها جيدا فدمدم عليهم اليا اسمعها جيدا عليهم اكثر لها الميم إظهار عليهم ربهم الميم مع الباء إخفاء بمقدار حركتين ربهم بذنبهم ب ب هنا ربهم الباء مشددة رب ب هو رب هم واضح الضم الشفتين جيدا ب اكثر الباء جيدا بذنبهم بهم واضح بهم لدينا نون مع الباء إقلاب تقلب إلى ميم ومن مقدار حركتين الميم هنا أيضا إظهار فسواها فسواها هذه الألواو مشددة اسمع ألواو الساكنة فسوا فسوا فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف الخاء مستعلية من المرتبة الأولى لا تستعلية لأنها مجاورة لها فتقول ولا يخاء لا هذا خطأ ولا يخاء يخاف عقباها القاف ساكنة مقلقلة لا تنسى التفخيم المرتبة الرابعة وخلص الحروف لا تستعل العين والباء لأنها جاورة القاف الحمد لله رب العالمين هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دوريد إبراهيم أدمن صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة